استطاع فنان تشكيليون في محافظة الشرقية أن يجذب الانتباه بعد أن غزت العرائس الخشبية التي يقوم بتصنيعها الأسواق أفناء العم غالي أكثر من نصف قرن من حياته في صناعة وتلوين العرائس الخشبية من خلال ورشتها الصغيرة التي جذبت العديد من المتدربين مزج الإبداع بتراث فن لا يجيده الكثيرون تلك هي حكاية العم غالي في محافظة الشرقية حيث استطاع أن يصر اسمه بحروف من نور في عالم صناعة وتلوين العرائس الخشبية وتثبيت التراث المصرية في مدينة الزقزي قائب محافظة الشرقية تقع ورشة صغيرة وبداخلها غالي أحمد عبد العظيم فنان تشكيلي يبلغ من العمر نحو 77 عاما أفنى أكثر من نصف قرن من حياته في صناعة وتلوين العرائس الخشبية الخصة ده تبدأت معايا من 67 تقريبا ومفرقتهاش من هذا التاريخ إلى وقتنا الحيالي هي ابتدت من الأول وأنا طفل صغير كنت أميل لأنني أصنع تمثال صغير أعمل حاجة صغيرة على درجة أنني كنت أجيب صباح التمشير بتاع المدرسة وأجيب الموصل بتاع الحلاقة وأقعد أنحط فيه وأشكل فيه وبطريقة الحكاية دات من منذ الصغير البداية كانت في عمر الثانية والعشرين عاما حينما شاهد غالي عرائس قادم له من روسيا مع أحد أصدقائه فقرر تعلم كيفية صناعتها بالطابع المصري من خلال نحتها على خشب البرتقال بأشكال بسيطة جذبت كل من شاهدها وطور من الشخصيات التي يصنعها حتى طالبه البائعون بكميات كبيرة منها وهو ما دفعه للاستمرار والمواصلة في تنفيذ فنه ودعم موهبته بحاول بقدر الإمكار دلوقتي أن الخبرات اللي اكتسبتها لعمر ده كله أنقلها لكل واحد عايزة يتعلم حاجة ما 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 بتأخرش عنه حاجة أبدا وسعد ويخصر ويفشل وينصلح لغاية ما بيوصلوا فيهم ناس كتير وصلت وبتردوا لا تيأخذوا مجالهم في السوق وشغالين وبعدها انطلق الفنان التشكيلي ابن مدينة أزقزيق وداع سيطه بعدما انتشرت العرائس والفن التشكيلي الذي يقدمه غازة الأسواق وبدأ في نقل موهبته وتدريب المهتمين بالفن التشكيلي والعرائس الخشبية حتى يومنا هذا ولم يتوانى يوما عن الذهاب لورشته البسيطة التي أنجبت أجيالا من الفنانين